السلام عليكم مرحبا بكم عزيزي المشاهدين في قناتكم نورشاني للوصفات الطبيعية والمجربة 100% وصفة اليوم هي غريبة نوعا ما لكن فوائدها عظيمة جدا 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 بعد التجربة ان شاء الله سوف ترون نتيجة رائعة جدا هي لتطويل الشعر وايضا تكثيفه هذه الوصفة بمكون واحد فقط اذا لا تنسوا لايك والاشتراك في القناة لكي تتوصل بكل جديد والان سوف اتحدث عن هذا المكون طبعا فوائده سوف اتركها اسفل في صندوق الوصف كما عاودتكم وذلك لعدم الاطالة في الفيديو هذا المكون وهو الفلفل الحار المطحون نعم الفلفل الحار المطحون طريقة استعمالة سهلة جدا عندما تريدين او عندما تكونين مستعدة للاستحمام وتريدين غسل شعرك تأخذين تأخذين نصف ملعقة من الفلفل الحار وتضعينها في كأس من الزيت يعني اي زيت يفضله شعرك انا افضل زيت الزيتون او زيت بذور الشمس تأخذين كأس من الزيت تضعين فيها نصف ملعقة من الفلفل الحار بهذا الشكل تضعينها ثم تتركينه لمدة ليلة كاملة وفي الصبح عزيزتي وفي الصبح يعني بعدما يكون نقع جيدا نقع جيدا ذلك الكوب من الزيت مع الفلفل الحار تقومين بعمل حركة الزيتية بذلك الزيت على شعرك وتضعين بلاستيك غدائي وتتركينه لمدة ساعتين على الاقل على الاقل ساعتين وتغسلين شعرك كالعادة وصفة رائعة جدا مكون سهل ومتواجد في كل بيت الكثير الكثير يجهل فوائده اذا كان ادو فيديو اليوم اي استفسار واي سؤال اتركه لي اسفل في التعليق وسوف اجيب عليه بكل فرح لا تنسوا لايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة وايضا بعد تجربة هذه الوصفة اتركوا لي اراءكم في التعليقات الى اللقاء مع قناة نورتاني للوصفة الطبيعية والمزربة مئة بالمئة